طيب تعاوا نشوف مشوار النادي الاهلي حتى الفوز بلقب بطولة افريقيا للكرة الطائرة امام الترجي اليوم مشوار الاهلي كان عامل ازاي تعاوا نشوف في دور المجموعات الاهلي فاز على الوليمبي التونسي 3-0 بعد كده فاز على فاب الكاميروني 3-0 وفي ثمن النهائي فاز على جماعة ولابو الاسيوبي 3-0 كل نتائج الاهلي 3-0 بعد كده فاز على الجمالك الناجيري 3-0 وفي نصف النهائي فاز على ميناء دولة الكاميروني 3-0 وفي النهائي فاز على الترجي التونسي 3-1 يعني الترجي هو اللي خد من الاهلي الشوت واحد على مدار البطولة وكان الشوت ده قريب جدا من النادي الاهلي يعني كان الاهلي ممكن يخلص البطولة دي من غير ما يخسر ولا شوت يعني ده معناه ان الاهلي فاز باكتساح بهذه البطولة اكتساح كامل ورائع جدا مليون مبروك